موسيقى السلام عليكم في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية لعام 2022 الخاص بحقوق الإنسان في العراق نصلط الضو على ما جاء فيه في غضم استمرار عدم الاستقرار السياسي ووقوع اشتباكات متقطعة بين الجهات المسلحة قتل عشرات الأشخاص وانضم الآلاف إلى المليون ومئتي ألف نسمة الذين كانوا أصلا نازحين داخليا واستمر الإفلات من العقاب على عمليات القتل غير المشروعة التي وقعت في الماضي علاوة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي في حين ظل سبل الحماية التي قدمتها الدولة متدنية في كردستان العراق ووسط العراق وظل مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا يواجهون عقبات في الحصول على الخدمات الحيوية والعودة الكريمة والآمنة إلى مناطقهم الأصلية ووصلت المحاكم إصدار أحكام الإعدام في عقاب محاكمات جائرة وتقاعست السلطات عن تقديم دعم وافن للجماعات المهمشة الأشد تأثرا بالجفاف وموجات الحر والعواصف الرملية هذه النقاط ستكون محور نقاشنا لهذا الأسبوع في برنامج تحت الضوء الذي يحمل عنوان تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بحقوق الإنسان في العراق لعام 2022 مع ضيفينا حيث سيكون في الستوديو الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات شاه القرداغي أستاذ شاهو مرحبا بكم مرحبا بك تحياتي أهلا بك حياك الله وعبر سكايب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني دكتور أيمر مرحبا بكم أياكم الله أخي كريم أشاهدين الكرام وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تمنع الحكومات المتعاقبة وميليشياتها التي تهيمن على السلطة فيه من اتكاب أفضع الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان في المجالات كافة وعلى المستويات كافة تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي 2022 أشار إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي وعمال القتل وبقاء مليون ومئتي ألف نسمة من النازحين داخليا وانضمام الآلاف إليهم مؤخرا فضلا عن حملات القمع ومصادرة حرية التعبير والاتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب بالوقت الذي تواصل فيه المحاكم في العراق إزار أحكام بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة مع إهمال السلطات وتقاعسها في تقديم الخدمات الضرورية على حين أكدت الخارجية الأمريكية في أثناء تقريرها السنوي استمرار الانتهاكات وعمال التعذيب ضد المعتقلين في السجون الحكومية بالعراق متهمة الحكومات المتعاقبة والميليشيات بارتكاب عمل قتل من خلال التعذيب التعسفي في السجون ومراكز الاحتجاز مؤكدة أن المحاكمة قبلت بشكل روتيني الاعترافات القسرية دليلا لإدانة المحججزين مبينة أن ألاف المعتقلين كانوا ضحية الانتقام الطائفي وهو ما سبق نكده مرصد وفادي الحقوقي الذي وثق وفاة عشرات المعتقلين في سجن تاجي ببغداد من جراء التعذيب وسوء التغذية انتهاكات حقوق الإنسان في العراق تعكس سياسة الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الشعب العراقي واستخدام أحزاب السلطة للقوة المفرطة في إخضاع العراقيين لأجنداتهم التي تصبوا في خدمة الاحتلالين الأمريكي والإيراني في ظل استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب التي فتحت الأبواب على مصر عيها لارتكاب أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان إذا المشاهدين الكرام لمن فاتت المقدمة نناقش في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بحقوق الإنسان في العراق لعام 2022 وجدد الترحيب بضيفينا في الستوديو الأستاذ شاهو القرداغي وعبر سكايب الدكتور أيمن العاني أبدأ معكم أستاذ شاهو نبدأ أولا من التقرير عن ملف قمع الحق في حرية التعبير والتجمع حيث استادفت الجماعات المسلحة المحتجين والنشطة وحتى الصحفيين وسط العراق على سبيل المثال وليس الحصر في تشرين الأول لعام 2022 اختحم أنصار مقتدى الصدر قناة فضائية تبث من بغداد وقاموا بتحطيم الأجهزة التي احتوتها هذه القناة ولكن السؤال هنا المطروح ضمن هذا التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية لماذا تستهدف الكلمة الصحفية في العراق تحية لك بداية وللظيف الكريم والمشاهدين جميعا حقيقة ما جاء في هذا التقرير ليس أمرا يعني غائبا عن العراقيين فهم يعيشونه يوميا هذا الواقع الذي وصل إليه العراق بعد أكثر من عشرين سنة على التغيير الذي حصل وعلى الوعود بتحقيق السلم والاستقرار والكلمة الحرة والديمقراطية الحقيقية نرى أن ما حصل هو على النقيض تماما هناك محاربة للكلمة الحرة عن طريق الأجهزة الأمنية القمعية أو عن طريق الميليشيات المنفلتة أو عن طريق القضاء الذي دخل في هذا الموضوع يعني في موضوع قمع الكلمة الحرة لماذا الكلمة الحرة مستهدفة؟ طبعا خلال الفترة الماضية من يتابع المشهد العراقي يرى أن تقريبا كل حزب أو كل فصيل يمتلك قناة فضائية الآن نعم صحيح كل هذه الجماعات المسلحة التي لم تكن تكترث سابقا بالجانب الإعلامي اليوم تركز على الجانب الإعلامي وتريد أن يكون لها مكاتب في كل المحافظات ومكاتب حتى خارجية حتى تستطيع أن تسوق نفسها داخليا وخارجيا هذا الأمر يدل على شيء واحد أن هذه الجماعات أو هذه الأطراف التي تسيطر على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي داخل العراق تهتم كثيرا بالرأي العام وتريد أن تسيطر عليه في خضم هذا الأمر في خضم إنفاق ملايين الدولارات على قنوات جديدة على مؤسسات جديدة على صفحات جديدة هناك خطر كبير في حال كان هناك صوت آخر مخالف مقترد ينتقد الوضع وبالتالي يشعر هذه الأطراف بأن هناك صوت آخر سوف يشوش على عملية تخدير الجمهور العراقي وبالتالي يقررون الانتقام من هذا الصوت سواء كان عن طريق صحفي أو عن طريق ناشط أو عن طريق آخر النماذج لدينا المحل السياسي الدكتور محمد نعناع الذي هو مجرد محل سياسي يخرج في القنوات ويحلل وتم استهدافه عن طريق القضاء ويمنع من إطلاق صراحي بالكفالة رغم أنه من الحقه أن يخرج فقط لأن هذه الكلمات تشكل خطر على مصالح هذه الأطراف السياسية نعم إذن الكلمة تؤثر على يعني من يتبنون طريق الظلم دكتور أيمن في كل عملية إرهابية ضد الكلمة الصحفية في العراق من قبل الميليشيات تعلن الحكومة عن فتح تحقيق بشأن هذه الجرائم لكنها لا تعلن عن أي تدابير لحماية العاملين في مجال الإعلام وحتى لا تحاسب الجنات ما سبب في ذلك دكتور أيمن؟ تحية لكم أخي والضيف الكريم وشكرا على الاستضافة في واقع الأمر طبعا هذا يعني ينسحب على كثير من الملفات موضوع اللجان التحقيقية وعدم الإعلان عن هذه النتائج وعن ما آلت إليه الأمور وحيثيات القضايا والملفات والجرائم وهذا حقيقة يعني باعتقادي أنه أمر ممنهج يراد من اللجان التحقيقية مجرد كسب الوقت وتمييع الموضوع وطبعا سيكون طي النسيان مع مرور الوقت وهذا الكلام طبعا أدلة كثيرة وإثباتات كثيرة ويعني لدينا الكثير الكثير من هذه الحالات التي يعني على أقل تقدير أو أقرب شيء مثل يعني مسألة قتل المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كل هذه الأمور جرد يعني لكن ماذا كان من أمر اللجان التحقيقية لم يكن هناك أي نتيجة معلنة أي شيء معلن الحقوق يراد هدرها يعني ضياع هذه الحقوق هو أمر ممنهج في العراق ما بعد 2003 تعلم جنابك أن هناك الكثير الكثير من الجرائم التي تحدد بحق المدنيين في العراق والعراق اليوم من أخطر البلدان يعني في التقرير العالمي الذي يعني ينصح في مسألة السفر يحذر والعراق منطقة حمراء بهذا التقرير لأنه من المناطق الخطرة جدا وخلاصية ما في 2023 وهذا طبعا للسنة يعني هذه السنة السابعة عشرة على التوالي فهذا كله حقيقة بسبب يعني هيمنة الميليشيات وسيطرتها على المشهد السياسي والمشهد العسكري والمشهد الأمني والمشهد الاقتصادي أيضا فلذلك هذا طبعا متوقع أنه النتائج التي الجان التي شكلت لا يمكن أن تفضي إلى ما يحقق العدالة ولو بالنسبة للناحية أو الأنصاب بالنسبة للناحية القانونية للضحايا وكما ذكرت هذه حالات كثيرة وهذا هو المعتاد حقيقة لو كان الأمر غير ذلك لك أننا استغربنا لكن هذا الأمر الذي اعتدنا عليه كل المشاكل وكل الملفات وكل القضايا وكل الجرائم التي جرت فيها تشكيل لجان تحقيقية وما إلى ذلك كلها حقيقة أصبحت طي النسيان ولم يعلن عن أي نتائج بهذا الصدد ولا يمكن أن يكون هذا إلا أمرا ممنهجا يراد منه هدر الحقوق وضياعها نبقى في نفس الموضوع وهو الانتهاكات التي تحدث وهناك لجان فضائية تشكل بعد كل جريمة ولكن لا تعلن عن اتخاذ أي تدابير حقيقية تجاه محاسبة الجناب في الملف الثاني بشأن تقرير منظمة العفو الدولية وأسؤال موجه لكم دكتور أيمن هو الإفلات من العقاب هل تعتقد أن الإفلات من العقاب شجع العديد من الميليشيات على ارتكاب عمليات القتل غير المشروعة سواء في الاحتجاجات أو غير الاحتجاجات دكتور أيمن؟ لا شك أخي الكريم هذا حقيقة أصل المشكلة أصل المشكلة أنه لا يوجد عقاب لا توجد محاسبة للذين يرتكبون الانتهاكات فضلا عن الجرائم ولا هناك أي عقاب بالنسبة لهم والجنات في مأمن وكأن هذه الحصانة مستمرة وممتدة لا يمكن لأحد أن يقدم هذا الشخص أو هذه الجهة أو هذا الموضوع إلى أمام القضاء لأنه الأمر يراد له ذلك يراد أنه يكون الإفلاك من العقاب هو حقيقة يعني المشكلة الرئيسة في ارتكاب المزيد من الجرائم طعباً هذا يعطي ضوءاً أخضر أخضر للجنات لارتكاب المزيد من الجرائم والأيام حقيقة يعني منذ عشرين عاماً لم يقدم أي مرتكب حقيقي أو أمام القضاء هذا طبعاً مسألة بقدر ما هي مستغربة بقدر ما هو واقع حال في العراق ما بعد 2003 لماذا كل هذه الحصانة ولماذا هذا الإفلات المطلق من العقاب ولماذا هذا الأمور لأنه يعني جنابك كثير من الحالات القضائية والجرائم والأمور الجنائية والتفجيرات وما إلى ذلك كلها حقيقة يعني مسار التحقيق فيها أمور معروفة ومعلومة لدى جميع الأطراب لكن لماذا لم يحدد هذا لم يعني يتم هذا المسار بشكل طبيعي لماذا لم يتم تسمية أو توجيه التهمات الأجهاتية بالفعل يعني متورطة بهذه الجرائم لماذا لم يتم ملاحقة نعم دكتور ومثل ما يقول المثل العربي من أمن العقابة سأل أدب أنتقل إلى الأستاذ شاه القرداغي أستاذ شاه هل تهديد النشطاء الذين خرجوا في الاحتجاجات ما كان ليحدث لو لا معرفة الميليشيات والجهات المسلحة التابعة للأحزاب بأنهم سيفلتون من العقاب أستاذ شاه الإفلال من العقاب أصبح يعني عرفا متبعا في العراق خلال الفترة الماضية وطبعا هذا الأمر معروف عند جميع العراقين وليس فقط عند الفصائل والجماعات المسلحة ولكن المشكلة في الوضع في وضع الميليشيات والفصائل المسلحة هو أنهم يمتلكون يعني حصانتين نعم أولا الحصانة الدينية التي يعتبرون أن هناك فتوى مقدسة هم تشكلوا بمجب هذا الفتوى 2014 بعد ظهور داعش وبالتالي هذه الفتوى توفر لهم الحصانة الكاملة من أي محاسبة يعني هم يعتمدون على هذا الأمر على الرغم من أن هذه الفصائل أصلا كانت موجودة قبل صدور الفتوى يعني كانت موجودة ومنتشرة وتسيطر على المناطق ولكن تستغل هذا الأمر حتى توفر القداسة القدسية لنفسها وتمنع أي طرف من المساس بها الأمر الثاني أنها دائما عندما ترتكب الكثير من الجرائم هي تدعي أنها جزء من كيان أو تعتبر نفسها جزء من القوات المسلحة وهي فعلا قانونيا جزء من القوات المسلحة وبالتالي لا يستطيع أحد أن يحاسب أفراد القوات المسلحة لأنهم في مهمة محكافحة الإرهاب يعني بهذه الحصانتين هم نجحوا أن يضمنوا الإفلات من العقاب ويضمنوا أنهم لا يوجد أحد يحاسبهم وحتى لنذكر مثالا وهو حالة استثنائية في زمن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي رأينا اعتقال قاتل الخبير الاستراتيجي شامل هاشم على الرغم من أنه يمثل مجموعة كاملة ولا يمثل فرد ومنظومة أو تركيبة صدور أو الوصول إلى هذه النتيجة هي يعني ثلاث مراحل أولا مرحلة الأولى أن يصدر فتوى شرعية من أي مرجع وكان هناك اعتراف بأنه خارج الحدود بشرعنة قتل المعترضين أو المنتقدين للعملية السياسية ثانيا التحريض هناك وسائل إعلامية رأيناها في تليجرام في باقي القنوات الفضائية خلالات أنوار غيرهم من القنوات التي حربت المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ أنت تترك كل هذه المراحل وكل هذه المنظومة الكاملة التي تقوم بالتنظيم والتخطيط والترتيب وبعدها تقوم بالتنفيذ وتأتي بالشخص المنفذ فقط وتريد أن تحاسبه ورغم ذلك إلى الآن تأجيل مستمر وكل جهة تقول أن المتهم عندي أو المتهم عند الطرف الآخر هناك أقاويل تتحدث أن لا يوجد هو في السجن تماما الذي قتل هشام الهاشمي لا يوجد في السجن هو غير موجود في السجون حسب الأخبار تصريح وزارة العدل التي نفت أن تكون عند الوزارة العدل باعتباره لم يحاكم يعني لم يصدر عليه حكم حتى يكون عند وزارة العدل يفتح مجال أمام التبرية لأنه يقول إلى الآن لم يصدر حكم عليه حتى يظهر هل هو مجرم أو هو بريء هذا الأمر وارد جدا أنا ذكرت هذا المثال كمثال أنه حتى في حال تم اعتقال المجرم أو من ارتكب هذه الجرائم فإنه لن يتم محاسبته أو أحيانا كثيرا نرى أنه يسهل له الهروب إلى خارج الإيران خاصة إيران وبعدها سيعود بصفة أخرى قاسم مصلح نعم نموذج الأنبار والتورد في الكثير من الجرائم خرج منتصرا والآن موجود على رأس مهامه نعم وبالتالي هذا يؤطيك إشارة واضحة أن الإفلات من الأقاب أصبح عرفا سياسيا وعاد لا يمكن الخروج عليه طيب دكتور أيمن الملف الثالث يتحدث عن التعذيب والمعاملة السيئة خاصة في السجون هناك لجنة تسمى مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية تتحدث ونشرت في الخامس عشر من حزيران الفين واثين وعشرين هي قلقة من استخدام التعذيب على نطاق واسع لا سيما خلال مرحلة التحقيق في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق هكذا يقول تقرير لجنة مناهضة التعذيب ولكن هل يمكن اعتبار أن التعذيب الذي يجري في المعتقلات والسجون الحكومية والسجون الميليشيوية هو تصرف شخصي مثل ما يزعمون وهي حالات فردية؟ الحقيقة هذا مسألة التعذيب في السجون الحكومية هو بشهادة الأمم المتحدة التي تتبع لها لجنة مناهضة التعذيب بشهادة الأمم المتحدة هذه الحالة هي حالة عامة في السجون الحكومية سواء المعلنة أو حتى السرية لكن نتحدث هنا عن السجون الحكومية المعلنة هذه الحالة عامة طبعا الجميع لديه ثقافة التعذيب القضاء لا يأبه لشكاوى المتهمين من قبل أثناء المحاكمات بحال أنهم قدموا أدلة ورأوها القضاة بأم عيونهم لكن مع ذلك يتم تجاهل كل هذا الموضوع لماذا؟ لأن هذا الأمر حقيقة هو أمر سائد الأمر واسع الانتشار أي مركز توقيف اليوم أي مرفق للاحتجاز أي سجن مركزي هو الجميع حتى المحكومين حتى من حكم عليه هو يتعرض إلى التعذيب والتعذيب المتكرر والتعذيب الوحشي حتى هناك حقيقة يعني الكثير من القضاة ومن الجانب الصحي والطباء وحتى المحققين كلهم يعني منهم طبعا من يعني يعني أراد أن يبرع ذمته ويفصح عن ما يجري داخل تلك السجون وهناك الكثير الكثير من هذه الشهادات التي تثبت أن التعذيب نادراً حقيقة يندر ما لم يتعرض المعتقل إلى التعذيب هذه حالة نادرة هذه حالة تردية أما الحالة الشائعة والحالة السائدة هو تعرضهم للتعذيب والتعذيب بشتى أنواعه التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي والاعتداءات بأنواعها والاعتداءات الجنسية والاقتصاب وما إلى ذلك حقيقة الكثير من الشهادات يعني يقف الضحية عند هذا الموضوع ويقول أنا لا أستطيع الحديث حقيقة أمور أخجل منها هذا كله واقع الحال في السجون العراق في سجون العراق السجون الحكومية المعلنة في العراق وهذا هو الذي يعني لذلك هذه السجون هي أماكن للانتقام من المعتقلين أبداً لم تكن أماكن للتأهيل وللإصلاح ويتعرض داخلها المعتقلون لشتى أنواع التعذيب ولأساليب الابتزاز بأمور حقيقة يعني بقدر ما هي صادمة يعني أعود وأقول بقدر ما هي واقع حال داخل السجون الحكومية المعلنة ستشاهو ذكرت مصادر لمنظمة العفو الدولية أن السجناء يتعرضون للتعذيب كما تفضل الدكتور أيمن ويتعرضون للمعاملة السيئة وأيضاً تم حشر المعتقلين في زنازين وصفتها هذه المصادر بأنها قذرة ومكتظة بالسجناء وأيضاً حرموا من الرعاية الصحية ولكن أين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية مما يجري داخل المعتقلات في العراق هي تصدر طبعاً بيانات دورية ولا تتابع هل هذا البيان تم الاستجابة لهم من قبل السلطات الرسمية أو لم يتم الاستجابة لمحتوى هذه البيانات أو الدعوات التي تحصل يعني أنا أتصور أن السلطة السياسية في العراق لا تكترث للرأي العام الداخلي أو الانتباعات الخارجية يعني لو كانت تكترث بهذا الأمر بالانتباعات السلبية التي تحصل على أداء الحكومة وأداء الأجهزة الأمنية لم تكن ترتكب بهذه المجموعة من الأخطاء الكبيرة وتشوه سمعة العراق داخلياً وخارجياً ولكن المنظومة السياسية بشكل كامل ليست مثل الدول المحترمة التي تخشى من تقرير أو تخشى من انتقاد دولي بخصوص ملف حقوق الإنسان لا تخشى من سمعتها إلا أنها حكومات ديمقراطية حقيقية تقدس الفرد وبالتالي تعمل كل شيء حتى يبقى الفرد يعني محصناً من كل أنواع الانتهاكات هنا بالعكس هنا التجاوزات مستمرة ويومية ليس من قبل جهاز أمني واحد بل من قبل كافة الأجهزة الأمنية هناك انتهاكات في كل أروقة الدولة والمؤسسات والسجون وبالتالي هي ليست لديها هذا الخوف من تقارير دولية تنتقد الوضع الأمني أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الانتهاكات الحقوقية يعني نحن يومياً هناك تقارير أحياناً دورية أسبوعية لـ Human Rights Watch تتحدث عن انتهاكات هنا وهناك وموقف هنا بعد هذا التقرير لا يوجد ردة فعل حكومية للاستجابة أو لمعالجة محتوى هذا التقرير وبالتالي لأنها لا تكترث بالسمعة يعني نحن الآن إذا رأينا يعني مستوى العراق في القوائم الدولية من ناحية حقوق الإنسان حرية الصحافة الخدمات الحكمة الشفافية يا أما تنافس الصومال أو تنافس سوريا بالضبط أو تنافس دولة أفريقية أخرى هي ليست في المراتب الأولى حتى تكترث بهذه التقارير وبالتالي على الرغم من الانتقادات يعني أو النظرة السلبية لأداء حتى المنظمات الحقوقية وخاصة يعني إذا نرى بلاسخارت هي أصبحت عرابة للأطراف السياسية الموجودة وتلتقي بقادة الفصائل المسلحة والقادة السياسيين وتحاول أن تشرع بقاءهم فكيف من الممكن أن نتوقع أن يكون هناك أداء فعلي من قبل هذه المنظمات لتحسين الوضع في داخل السجون أو في غيرها من المؤسسات الدولة العراقية وبالتالي حتى لو كان هناك جهود دولية حقيقية فإن المنظومة السياسية داخل العراق لم تتعود على أن تكون لها مثلا لجان للاستجابة للتقارير الدولية لجان لرد على المنظمات الخارجية أو جلبهم إلى العراق حتى يعرفوا الواقع بصورة مباشرة ويدركوا أن حتى ينستاذ شاهو صار لهم عشرين سنة يكتبون التقارير فقط يعني ما فائدته على الشعب العراقي لن يؤثر بأي شيء فقط كما قلت ولن يضر الطبقة السياسية لأنهم لا يكترثون بهذه التقارير ولا يكترثون بالسمعة الدولية وهم يحافظون على المال والقوة قوة السلاح حتى يبقوا داخل البلاد مسيطرين وبالتالي هذه التقارير بالنسبة لهم أشياء هامشية جدا ولا تؤثر على المستقبل المنظومة ومستقبل الفاعل السياسي الذي يعتمد أصلا على قوة السلاح ومن الصعب أن يتم محاربته أو يضعفه عن طريق بعض التقارير التي تتحدث عن انتهاكات هنا وهنا دكتور أيمن الملف القادم هو ملف المحاكمات الجائرة ولكن أستميحك عذرا مع الوستاشاه القرداغي سنذهب إلى فاصلا قصير ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله مشاهدين الكرام فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر كما يمكن لمشاهدين في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثينا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي أهلا بكم من جديد نناقش في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بحقوق الإنسان في العراق لعام 2022 دكتور أيمن الملف القادم هو ملف المحاكمات الجائرة تجري محاكمات ولكن وسط بواعث من القلق بشأن حقوقهم في المحاكمة العادلة بما فيها الحق في إعداد دفاع وافي ولكن من يتحمل مسؤولية عدم إعطاء الحق للمتهم في الدفاع عن نفسه المسؤولية الكبيرة طبعا على القاضي تقع هذه الجزئية على القاضي أنه يسمح أو لا يسمح بإعطاء هذا الحق طبعا هذا حق مشروع وأبسط حقوق المتهم أن يختار من يدافع عنه وحقيقة الأمر محاكمات في العراق هي محاكمات تعلم جنابك أنه يعني المحاكمات العادلة التي توصل بالعادلة هي لها طبعا ضوابط ولها مقومات ولها أمور مثلا كالاستقلالية والحياة والمهنية واعطاء المتهم الحق في المشروع حقوق كاملة سواء يدافع عن نفسه أو يعبر يعني يختار من يدافع عن نفسه عنه أو هو يعبر عن نفسه بما يريد هذا كله حقيقة مفقود في العراق يعني كلها محاكمات سريعة محاكمات يعني مسبقة الحكم هذه حقيقة لماذا؟ لأنه لا يوجد قاضي مستقل في العراق اليوم إلا ما ندع لا يمكن حقيقة يعني هذا أن يعول عليه فتعلم جنابك أنه حتى القضاءات كيف يتم اختيارهم وكيف يتم تعيينهم إلى جانب ذلك يعني قضاءات التحقيق وما يجري خلال التحقيق مع المعتقلين ومع المتهمين من أساليب تعذيب وحشية سادية لا يمكن أن يكون الغرض من هذه الأساليب وهذا التعذيب لا يمكن أن يكون الغرض منه هو الوصول إلى الحقيقة أبداً هو المراد منه التنكيل بالمعتقد الانتقام منه النيل منه يعني النيل من كرامته وهذا هو الجاري يعني هو فلذلك المحاكمات في العراق محاكمات لا يعول عليها دولياً جنابك تعلم أنه هناك الكثير من غير العراقيين هم يعني موقوفون في العراق لكن لا يمكن أن يتم محاكمتهم في داخل المحاكمات أو المحاكم العراقية وإذا تم ذلك فيكون القرار الصادر بحقهم قراراً مجمداً إلى يعني إلى يقضي الله أمراً كان مفعولاً لماذا؟ لأنهم يعلمون جيداً أن هذه القرارات قرارات مسيسة قرارات تريد تنفيذ رغبة هذه الجهة المتنفذة أو تلك قرارات انتقامية قرارات وطبعاً السواد الأعظم من الضحايا لهذه القرارات هم العرب السنة وهذا أيضاً طبعاً يعني ينسحب بعداً طائفياً وهذا معلوم في العراق ما بعد الفيلم وثلاثة كيف تأججت الطائفية وكيف حلت محل الوطنية بالنسبة للحكومات المتعاقبة هي كلها طبعاً طائفية حزبية طائفية سياسية لكن من يدفع الثمن لدينا كثير من حالات الإعدام التي نفدت والتي صدرت بحق معتقلين لم يرتكبوا هذه الجرائم وهناك أدلة على عدم ارتكابهم ومع ذلك تم تنفيذ هذه الأحكام وبكل حقيقة يعني دم بارك كما يقولون لكن هذا هو الواقع في العراق ولا يمكن أن يكون غير ذلك من حكومات جاءت بها الطائفية حكومات تشكلها الميليشيات حكومات لا تأبه حقيقة يعني ليس هناك ضابطاً قانونياً التمييز الواضح للأفراد أمام القضاء في العراق هذا حقيقة أمر يعني لا يختلف عليه اثنان اليوم لأنه هذا التمييز هو الذي يعكس المراد من هذه المنظومة تعطيل العدالة تنفيذ رغبات الجهات المتنفذة طبعاً الدوافع الانتقامية والطائفية هذا كله حقيقة هو المهيمن اليوم على المنظومة القضائية في العراق أستشاهو ننتقل إلى ملف النازحين في العراق هناك عقبات تواجه عودة النازحين إلى مناطقهم خاصة في محافظات الأنبار وديالة وصلاح الدين ونينوى هناك مخاطر الاعتقال التعسفي بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية لماذا يستهدف النازح بعد عودته إلى منطقته ويهدد بالاعتقال وأيضاً يتعرض للمضايقات من جانب الأجهزة الأمنية أو من جانب الميليشيات المتواجدة على تلك الأرض ما السبب في ذلك؟ لأن المطلوب عدم عودة النازح إلى هذه المناطق التي تم احتلالها بفرض القوة على سبيل المثال لو تحدثنا عن منطقة زرف الصخر التي تعتبر الآن محوراً رئيسياً للنقاشات والصراعات السياسية على الرغم من الوعود والتعهدات وتدخل الأطراف الدولية أحياناً يمنع منعاً باتاً عودة المواطنين لها لأنها تحولت مع مرور الوقت إلى منطقة عسكرية معزولة من السكان وفيها مراكز عسكرية فيها أماكن للصنع الأسلحة ويضاً لتجارة المخدرات للأنشطة الغير مشروعة كيف يتم السماح لأهالي هذه المنطقة أن يعودوا إليها ويكشفوا هذه الأمور وكيف تتخلى هذه الميليشيات عن هذه المنطقة الاستراتيجية التي سيطرت عليها بالعكس هي تفكر أن تزيد تكرر نفس السيناريو في الطارمية في مناطق أخرى يعني هي تريد أن تكرر نموذج سيئ في مناطق أخرى من الإيران طبعاً هذه ملف النازحين لوحده يشكل جيباً أو مصدراً للفساد والمال للكثير من السياسيين وبالتالي هناك الكثير من السياسيين الذين يريدون إبقاء هذا الملف كما هو إضافة إلى أن أداء وزارة الهجرة والنازحين نرى أن المهجرين أداء الوزيرة أداء سيئ للغاية أنا أتذكر في ديسمبر العام الماضي هي تعهدت بإغلاق ملف النازحين وخاصة جرف الصغر خلال ستة أشهر الآن مضى أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر على هذا الوعد وبقي الشهران وأنا أجزم أنها لن تستطيع أن تحقق هذا الأمر هي لا تستطيع أن تقوم حتى بتحقيق وعودها التي تطلقها كمجاملة للمواطنين ومجاملة للأطراف السياسية وبالتالي هناك إرادات أقوى حتى من الوزارات في إبقاء هذا الملف معلقا يعني إبقاء آلاف من المواطنين في خيم النزوح وهم يعانون في الصيف من الحر وفي الشتاء من الأوضاع المزرعة التي رأيناها ولا يوجد للأسف طرف حقيقي يعني يصر على إعادة أو حل هذا الملف يعني حتى الأطراف السياسية التي تدعي أنها تريد معالجة هذا الملف تستخدمه كورقة سياسية هو ملف النازحين هل يمكن أن نطلق عليه بأنه ورقة سياسية تماماً يد السياسين والأحزاب المتنفذة تماماً للأسف يتم إثارة هذا الموضوع كما نرى الآن في موضوع يعني جرف الصخر وبعدها بقليل يتم التخلي عن الملف بعدما يصل المتصارعون إلى مساومات معينة في ملفات أخرى يعني للأسف دائماً في أوقات الانتخابات في الأوقات الصراعات السياسية يظهر هذا الملف فجأة وثم يسد وينغلق بدون أن يعالج وهذا الدليل على أن الطرفان يعني الأطراف السياسية بكافة الأطياف هي تستخدم هذا الملف للأسف كورقة سياسية كورقة ضغوطات كتصفية للحسابات ولكن من يدفع ثمن هذا الأمر هو النازح الذي يعاني من غياب الخدمات من غياب البنى التحتية من غياب توفير مستقبل جيد لأبنائه وبالتالي هو يبقى معلقاً لا أن يعود إلى مناطقه ولا أن يتم مساعدته في توفير حياة بديلة عن هذا الحياة حتى المساعدات التي يؤخذ من الأطراف وجهات الدولية بحجة النازحين تم سرقتها إذا تذكرنا العقود التي كانت متعلقة بالخيم الفاسدة وسرقة الملايين أيضاً من هذه العقود وبالتالي حتى خدمة النازحين يتم استغلال هذا الأمر لأخذ المساعدات للإثراء على حساب إذنال المواطنين أكثر فأكثر وبالتالي هناك عدة أطراف مستفيدة من هذا الملف وهذا ما يجعل الملف عالقاً ويمنع من الوصول إلى أي معالجة دكتور أيمان استعير مما تفضل به الأستاذ شاهو القرداغي هناك توفير مستقبل جيد لأبنائه الأطفال النازحون يواجهون الآن حتى هذه اللحظة عوائق كبرى في الحصول على التعليم لأنهم لا يمتلكون الوثائق الهوية الخاصة بالأطفال فقدوها في ظل المعارك الدائرة في مناطقهم وأيضاً المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم داعش عدم التحاق أطفال كثيرين بالمدارس كيف سيلقي بظلاله على مستقبل هؤلاء الأطفال وعلى المجتمع العراقي بعد عشر خمستع السنة كيف تراه؟ هذا طبعاً هذه مسألة حقيقة كارثية مسألة مأساوية يعني نتحدث هنا عن ملايين الأطفال ليس العدد قليلاً يعني ملايين الأطفال محرومون من حق التعليم وهذه طبعاً تندر بكارثة بالنسبة لمستقبل هذه الفئة المجتمعية الضعيفة إلى جانب ذلك حقيقة الحرمان من التعليم يعد ظلماً مركباً لأنه تعلم جنابك من حرم من التعليم وضاع حقه بالتعليم هذا ستضيع حقوقه الأخرى لأنه التعليم باب من أبواب الحفاظ على الحقوق والمطالبة بها والدفاع عنها فإذا كان هناك جيل يعني أمي جيل لا يقرأ لا يفقه يعني الحياة لا يعلم ما هي الأمور فهذا طبعاً يضيع الحقوق الأخرى لذلك هذا الأمر يعني تعلم جنابك أنه السواد الأعظم أيضاً من النازحين وهذا ليس طبعاً ليس عبثاً أن يكون السواد الأعظم من النازحين هم من العرب السنة فهذا مستهدف هذا المكون بشكل أو بآخر من ضمنها من جملة هذه الاستهدافات هو ملف النازحين لا شك أن هناك ينسحب طبعاً بعداً طائفياً على هذا الملف مع ذلك الحق في التعليم هذا يعني كارثة بالنسبة للملايين من الأطفال المحرومين من أبسط حقوقهم المدنية كما تفضل ليس لديهم أوراق تبوتية أو ما يثبت هويتهم محظور عليهم الحركة حتى داخل المخيم نفسه يعني هناك حالات حقيقة يعني عجيبة بقدر ما هي يعني أمور غريبة وعجيبة تحدث بحق هؤلاء النازحين فلا يعني من كان يعني محظور الحركة ولا يستطيع التنقل ولا يمكن وإذا ما فرضنا أن هناك فرص فهذه الانقطاع عن التعليم هذه المدة الطويلة هذه يعني السنوات التي خسرها هؤلاء الأطفال لا يمكن تعويضها وحتى من نسبة لمسألة إدراكهم وفهمهم بالمستقبل سيكون محدودا لأنه هذا الانقطاع له تبعات كثيرة ولا يمكن حتى يعني أن يكون هناك فرصة للنجاح بالنسبة للتعليم إن توفر لهم وهذا طبعا هذه يعني أمور لا يمكن معالجتها نعم طعب أستاذ شاهو لا يمكن يعني العفو آسف يعني خسارة كبيرة لا يمكن معالجتها بهذا الصدد نعم عبد أستاذ شاهو الملف القادم هو ملف الإعدامات في العراق حسب التقرير منظمة العفو الدولية يعني فرضت المحاكم في العراق أحكام الإعدام لكن أغلب هذه المحاكمات لم تفي بالمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة بحسب التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية تعتقد أن هناك تأثير على القضاة في إصدار أحكام الإعدام تعتقد ذلك؟ القضاة كيف وصلوا إلى هذا المنصب هذا المهم يعني هناك معايير للاستقلالية معايير للحياد معايير الكفاءة يجب أن يمر يعني الشخص بهذه المعايير حتى يصبح قاضيا للأسف التزكية الحزبية الآن موجودة في العراق وفي كافة مناطق العراق والجميع يعلم هذا الأمر حتى هذه العامر زعيم يعني تحالف الفتح مرة ذكر أن كانوا يمارسون الضغوطات على القضاة يعني هو بلسانه يقول هذا الأمر ولا أحد يعني يفتري على المنظمة السياسية بأنهم يضغطون على القضاة وما يؤكد هذا الأمر عمليات التصفية التي استهدفت هذه الشريحة فترة من الفترات يعني كان هناك قضاة يحافظون على نزاهتهم على مبادئهم على حيادهم ويرفضون الإملاءات السياسية والإملاءات الميليشيائية وبالتالي يتم تصفيتهم أو قتل أبنائهم كالرسائل تهديد لهم وبالتالي هم يعزلون ويستقلون ويبتعدون عن المشهد بصورة كاملة بلا شك أن هناك تأثيرات كبيرة على القضاة لإصدار هذه الأحكام وهي التي تؤثر بشكل كبير على قراراتهم وهم لا يستطيعون أن يتمردوا على هذه الضغوطات الكبيرة التي تصل أحيانا إلى القتل وتصل أحيانا إلى التصفية الجسدية أو تصفية عوائلهم وبالتالي هذا الأمر يؤكد على أن البيئة البيئة ليست بيئة سليمة لإصدار يعني قرارات وأحكام عادلة بحق المتهمين سواء في هذه القضايا أو في قضايا أخرى يعني ليست هناك بيئة سليمة يتمتع فيه المتهم بكافة الأدوات للدفاع عن نفسه وأيضا الطرف الآخر يكون مؤهلا بأن يستطيع أن يصدر هذه الأحكام وخلال الفترة الماضية رأينا الكثير من المواقف يعني كانت الأحكام القضائية التي تصدر كانت في مصطحة طرف سياسي على حساب طرف آخر يعني حتى أصبح القضاء بدل أن يكون هو الأساس للدولة أن يكون محايدا مستقلا يحظى باحترام المواطنين بثقة المواطنين بالعكس أصبح طرفا من الصراع وطرفا من الأزمة وتأكد لدينا هذا الأمر خلال المشاكل التي حصلت بين التيار صدري والأطراف سياسية الأخرى هذه الإشارات للأسف إشارات سلبية بأن منظومة القضاء أو مجلس القضاء أيضا بحاجة إلى إصلاحات حقيقية حتى تستطيع أن تصدر قرارات تحظى بثقة وطمأنة المواطنين طيب دكتور أيمن بقي لدينا ملفان هو ملف أزمة الجفاف والتدهور البيئي لا نمتلك الوقت لمناقشته وأيضا ملف المعاملة السيئة للفتيات والنساء خاصة بعد 2003 هذان الملفان طرحتهما 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 تقرير منظمة العفو الدولية ولكن دكتور أيمن بدقيقة ونصف لو تفضلتم بعد كل الذي ناقشناه وطرحناه في هذا البرنامج هل ستأخذ حكومة السوداني بهذه النقاط التي طرحتها منظمة العفو الدولية وبالتالي تصلح من شأنها هل بالإمكان ذلك أخي الكريم يعني لا حكومة السوداني ولا الحكومات السابقة هي حكومات تستطيع أن يعني تأخذ هذه المواضيع بشيء من الجدية لأنها ليست معنية بها بشكل أو بآخر هناك مسألة رئيسية يعني أصيلة في الموضوع هذه الحكومات لم تأتي بتفويض من الشعب هذه الحكومات لا تمتلك أي أولويات وطنية هذه الحكومات حكومات طارئة حكومات وقتية حكومات يعني بعيدة جدا لذلك هي فقدت يعني جانب مهم وهو ثقة المواطن يعني إن انفرضت نفسها بقوة السلاح وبسطوة الميليشيات وبالدعم الخارجي لكن لا يمكن أن تفرض الثقة بالنسبة يعني لنفسها على المواطنين وهذا أمر حقيقة يعني له تداعيات كثيرة من جملة هذه التداعيات هو ما نراه اليوم من واقع مأساوي لملفات حقوق الإنسان في العراق استشاه بسؤالي الأخير بدقيقة لو تفضلتم هل حكومة السوداني سوف تصلح من حالها وتأتي بعقس الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 فيما طرح في منظمة العفو الدولية من تقرير سنوي لعام 2022 الأطراف التي كانت تدعم أو توفر الدعم السياسي للحكومات السابقة هي نفسها التي توفر الدعم السياسي لهذه الحكومة وبالتالي لا يمكن أن ننتظر أداء مختلف في هذه القضايا في الأمور المتعلقة بانتهاكات الحقوقية أنا أتصور حتى لو كان للسوداني نية صادقة لمعالجة هذه الملفات فإن هذه الملفات مؤقدة ولن يستطيع أن يحرك أو يعدل شيء على أرض الواقع هناك جماعات مسلحة هناك أطراف خارجية هناك أطراف داخلية دخلت في المعادلة وبالتالي من الصعب عليها أن تقوم بالتغيير المأمول الذي يحلم به المواطنين شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضو نتوجه بشكر الجزيل إلى مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني دكتور أيمن شكرا جزيلا لكم حياكم الله حياك الله وأيضا نتوجه بشكر الجزيل إلى الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات الأستاذ شاهو القرداغي شكرا جزيلا أستاذ شاهو حياك الله وشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة